تؤكد وزارة الداخلية في مملكة البحرين على حق المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ كل ما تراه مناسبا من اجراءات وتدابير امنية تضمن حفظ الامن والاستقرار في كافة ربوعها وعليه فسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه اي اساءة او تعاط سلبي من خلال بيان او تصريح بشأن تنفيذ الاحكام القضائية التي صدرت في المملكة العربية السعودية الشقيقة باعتبار ذلك يشكل اثارة للفرقة والفتنة وتهديد للسلم الاهلي حيث تنص المادة 215 من قانون العقوبات البحريني على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تتجاوز المئتي دينار من اهان علنا دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين او رئيسها او ممثلها لدى الدولة وكذلك من اهان علنا علمها او شعارها الرسمي وتشدد وزارة الداخلية على انها لا تقبل باي شكل التعقيب والتدخل في احكام القضاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة او غيرها من الدول الشقيقة والصديقة حيث ان ذلك امر سيادي وعليه فان وزارة الداخلية لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم تجاه اي تدخل في الشؤون السيادية المتعلقة بامن دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة ومن يخالف سوف يعرض نفسه للملاحقة القانونية خليجيا في اطار الالتزام الامني والقانوني بين دول المجلس كما تدعو وزارة الداخلية الى الالتزام بالقانون الذي يقضي باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر شائعات مغردة تمس الامنة والسلم الاهلي حيث تنص المادة 168 من قانون العقوبات البحريني على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار او باحدهتين العقوبتين من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغردة او بث دعايات مثيرة اذ كان من شأن ذلك اضطراب الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الدرر بالمصلحة العامة وتؤكد وزارة الداخلية في ختام بيانها على دعم الاجراءات الامنية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتصدي للاعمال الارهابية والاجرامية في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشغيقين هذا وقد اصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا اكدت فيه تنفيذ حكم القصاص في 47 ارهابيا بعد الانتهاء من كل الاجراءات القانونية للتقاضي هذا وادان القضاء المنفذ بحقهم القصاص باعتناق المنهج التكفيري ونشره باساليب مضللة والترويج له بوسائل متنوعة والانتماء لتنظيمات ارهابية وتنفيذ مخططاتهم الاجرامية حيث تمت ادانة 47 شخصا وهم 45 سعودي ومصري والشادي بالسهداف مقار الاجهزة الامنية والعسكرية وسعيهم لضرب الاقتصاد الوطني والاضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة ووفق البيان فقد تم تصيق الاحكام من محكمة للسناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر امر ملكي بانفاذ ما تقرر شرعا بحق الجنات المذكورين اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اكد ان المملكة العربية السعودية على ثقة بما تقوم به لحفظ الامن والاستقرار التركي شدد على ان السلطات السعودية لن تتوانى في ملاحقة من يخالف الانظمة ويسعى الى زعزعة الامن والاستقرار نحن على ثقة بما نقوم به وهذا هو ما يحفظ لنا الامن والامان والاستقرار في هذا الوطن الطاهر ان شاء الله رسالتنا الحقيقة ان المملكة الحقيقة والقضاء في المملكة يدين الارهاب ويدين الاعمال الارهابية ويعدها من انواع الفساد في الارض ولذلك رأينا الحقيقة ان القضاء الشرعي في المحكمة قضى بالحكم على هذا العدد من من تورطوا في جرام الارهابية بالقتل ونعمل الحقيقة انه من تنفيذ الاحكام اللي تم اليوم في هذا العدد من اللي تم دانتهم بارتكاب الجرام ان تكون الرسالة الحقيقة واضحة جدا لهذه التنظيمات ولهذه الجماعات ولكل العناصر التي تنظم لهذه الجماعات وتسعى الى تنفيذ جرام الارهابية في اي مكان من المملكة من جانبه اكد منصور القفاري المتحدث باسم وزارة العدل السعودية اكد استقلالية القضاء في المملكة العربية السعودية وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين في محاكمة متخصصة وعلى درجات عالية من التقاضي واشار القفاري لان هناك متهمين حكم ببراءتهم وجرى الحكم بتعويضهم بمبالغة وصلت الى 15 مليون ريال حكم الاعدام ليس مطلب لأي احد هي عقوبة متى تحققت اركانها فستطبق وسيقضي بها القضاء ولذلك هي تخضع لكثير من التمحيص والتحقيق والبحث والتحري حتى تصل المحكمة الى القناعة التامة بنسبة الافعال للمتهم وبالتالي تحكم عليه ومن هنا كانت هذه الاحكام احكام دقيقة تخضع لدرجات تقاضي متعددة قد تحكم المحكمة الابتدائية بعقوبة الاعدام ثم ينقض من المحكمة الاستناف او من المحكمة العليا فهنا يصبح لا يمكن ان يطبق او يصدر الحكم بالقتل على متهم الا بعد التحقق التام من استحقاقه لمثل هذه العقوب والحمد لله قضاءنا قضاء شرعي قضاء موضوعي لديه ادوات وضمانات تحقق العدالة اوجبتها المواثيق الدولية في درجات التقاضي